أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه المحطة المهمة من حلقتنا النهاردة واللي هنناقش فيها ونفند ونشرح مع الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لعدد من المفاهيم اللي بتستند عليها جماعات العنف الديني في أفكارها وفي انتشارها بين الناس أهلا بحضرتك معنا يا دكتور أهلا وسألنا كل عمان وقل السلام وحضرتك بخير وحضرتك بخير وصحة وسلام أهلا وسلام خلينا نبدأ في البداية بتعريف المشاهدين بالمجمع البحوث الإسلامية وبدوره بشكل أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد في البداية أود التنبيه على أن مجمع البحوث الإسلامية واحد من قطاعات الأزهر الشريف وهو كذلك يمثل أحد الأزرع المهمة التي يعول عليها من قبل الأزهر في العمل على نشر رسالته وبث دعوته مجمع البحوث الإسلامية يقوم بأدوار متعددة لعل من أولى هذه الأدوار ومن أهمها على الإطلاق العمل على نشر الثقافة الراشدة الواعية التي تحقق الخير للبلاد والعباد ليس هذا فحسب بل إنه يحرص على أن يقدم للناس دين الله تبارك وتعالى بصورة تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذه الوسطية هي السمة البارزة للمؤسسة الأزهرية والتي حافظت على تواجدها إلى يوم الناس هذا لأنها تبنت منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعريف بدينه دون إفراط أو تفريط أو غلو أو تشدد هذا المجمع له عدة أركان يعمل من خلالها على بث هذه الأمور التي أشرت إليها لعل من بينها ما يتعلق بالجانب الميداني وهذا يتم من خلال وعاز وواعظات الأزهر الشريف والذين ينتشرون في ربوع مصر لدينا قرابة 3000 واعز وقرابة 300 واعزة هؤلاء جميعا ينتشرون في المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الأمنية والمؤسسات المجتمعية والجمعيات الأهلية والمقاهي الثقافية وكل ذلك من خلال خطط موضوعة لتعريف الناس بالدين ومناقشة قضاياهم والنزول إليهم والمحاورة معهم استنادا إلى أن الفكر لا بد أن يناقش بالفكر واستنادا كذلك إلى أن المعرفة بدين الله تبارك وتعالى لا تبنى على العواطف والمشاعر والأوهام أو الخرافات وإنما تعتمد على الحجة والدليل ليس هذا فحسب بل أننا لدينا في مجمع البحوث الإسلامية ما يمكن أن يكون أشبه بالتحصين للمجتمع بكافة أطيافه وأشكاله من خلال مجموعة من اللجان المنتشرة تعرف بلجان الفتوى لدينا قرابة 240 لجنة فتوى منتشرة في ربوع مصر هذه اللجان تم الربط بينهما من خلال الشق التقني بلجنة الفتوى الرئيسة في الأزهر الشريف وكل ذلك لمتابعة المفتين ومراجعة ما يصدر عنهم بغية أن تصدر الفتوى بالصورة التي تتجاوب مع تعاليم الإسلام وتحقق رؤية المؤسسة وتضمن السلامة للمجتمع هذا شق الشق الثاني يتعلق بالبحث العلمية والدراسات الأكاديمية والمجمع في هذا الإطار له عدة أدوار فهناك بعض الإصدارات العلمية التي صدرت وفندت أفكار الجماعات المتطرفة وناقشتها بجرأة وبحرية واعتمدت فيها على صحيح الآراء ومجاء عن الله ونقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويكفيني أن أشير إلى المفاهيم المغلوطة التي توقف أمامها المجمع في دراسات علمية كالتطرف وكالإرهاب وكمفهوم الإقراه في الدين وكمفهوم الخلافة والحاكمية وتقسيم الأرض إلى دار سلم ودار حرب أو أداء المعمورة إلى دار إيمان ودار كف ليس هذا فحسب بل إننا في مجمع البحوث الإسلامية لدينا 12 لجنة علمية هذه اللجان العلمية تضم السادة الذين وقع اختيارهم ليكونوا أعضاء في هذا المجمع بجانب دعوة مجموعة من الخبراء والمستشارين في تخصصات مختلفة لمناقشة القضايا التي تطرح عليهم والتي في شقها الأكبر تكون مرتبطة بواقع الناس وقضاياهم ومشاكلهم هناك حملات يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية توعوية للشباب والناس جميعا خلينا نتعرف أكتر على طبيعة هذه الحملات وإيه المستهدف منها؟ يعني دعينا نتفق على أننا في الأزهر الشريف ولدينا توجيه واضح من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بضرورة عدم الانفصال عن الواقع بل بضرورة الاشتباك مع الواقع وقضايا وبالتالي مجمع البحوث الإسلامية لا يكاد يمر أسبوع إلا ويقوم بحملة إكترونية وحملة دعوية ولا يكاد يمر شهر إلا وتكون هناك بعض المبادرات هذه المبادرات لا بد أن تكون مرتبطة بقضايا الواقع أذكر مثلا في وقت مؤتمر المناخ أطلقنا مبادرة مهمة جدا دارت حول منخنا حياتنا أذكر كذلك بأن هذه المبادرة تمت مع وزارة البيئة وبالتعاون مع وعاد الأزهر الشريف ومركز الأزهر العلامي للفتوى أذكر كذلك مبادرة قمنا بها استجابة لواقع الناس وعزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن الفتيات عن الزواج وكانت بعنوان لتسكنوا إليها قصدنا من وراء ذلك التأكيد على أن الزواج لابد أن يبنى على الرحمة والمودة والألفة وليس بكثرة التأثيس والغلاء في المهور كذلك مع أزمة ماء النيل والقضايا التي تتعلق بها أطلقنا حملة فيها الحياة وغير ذلك كثير لكن حاليا بعد هذا الشهر الفضيل اتفقنا على حملة مع وزارة الهجرة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن تتعلق بالهجرة غير الشرعية وهي بعنوان ولا تقتلوا أنفسكم كل ذلك بقصد أن يكون المجمع صمام أمن لهذا المجتمع لأن هناك أمن قومي وهناك أمن فكري والأمن الفكري لا يقل أهمية عن هذا الأمن القومي بل هو أحد أدواته وأحد الطرق التي تؤدي إليه صحيح ومهم أن المجمع كمان متداخل أنا سمعت من إجابة حضرتك مع أكثر من وزارة وأكثر من مكان لتضافر الجهود علشان الرسالة في الآخر توصل للناس بشكل صحيح وخليني أنتقل لسؤال آخر حول دور الوعزات والحيك تكلمت عنه في البداية نكون بتقولوا اهتمام كبير بدور الوعزات عايزين نعرف متى بدأ هذا الدور الاهتمام بدور الوعزات وإيه هم الدور اللي بيقوموا بيه دعينا نتفق على أن فكرة الوعزات هذه فكرة دعا إليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ تور أحمد الطيف في عام 2014 وهي فكرة كانت الأولى من نوعها وهي فكرة أرى أنها تحقق الخير الكثير لأنها تكشف عن عدة أمور تكشف عن نظرة واحترام وتقدير للمرأة في المؤسسة الأزهرية وهذا أيضا يؤكد على نظرة واحترام وتقدير للمرأة في المنظور الديني الإسلامي باعتبار أن الأزهر كمؤسسة دينية إنما يقوم على أمر الدين والدعوة إليه النقطة الثانية أن هناك بعض المسائل أو بعض القضايا قد تستحي المرأة من أن تتحدث فيها أمام الرجال ومن هنا كان مسألة مخاطبة الجنس إلى الجنس أو النوع إلى النوع أو لا النقطة الثالثة أن التجربة أثبتت بأن هناك جانب من القضايا لا يمكن أن يحل إلا من خلال المرأة وبالتالي مثلا إيمانا منا بهذا الدور كانت فكرة الوعزات ولأهمية ما يقومن به كان هناك نوع من الحملات أو نوع من القوافل الخاصة بها وفي أماكن يعني في منتهى الأهمية في الأماكن الحدودي كان هناك قافلة مثلا في أسوان كان هناك قافلة في البحر الأحمر كان هناك قافلة في جنوب سينة كان هناك قافلة في مطروح وهذه القوافل قاصرة على الواعظات بجانب أنه الكثير ما من قافلة يقوم بها وعاز الأزهر الشريف إلا ويتم تدعيم هذه القافلة بواعظة أو واعظتي زد على هذا الانتشار الكبير الذي تحقق في هذا الجانب وقد بدأ من خلال إصدار قرار من فضيلة الإيمان بتكليف إحدى أساتذة جامعة الأزهر الشريف بأن تكون مساعدا للأمين العام لشؤون الواعظات وهي الأستاذ الدكتورة إلهام محمد شهين أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر وحقيقة خطط بالواعظات وبالتعاون مع الأمان العام المساعدة للدعوة والإعلام الديني خطوات كبيرة ويكفي أن أقول لكم بأننا أمام مجموعة من الجهود في السجون وهذه قضية مهمة جدا في دور الرعاية انتقلنا الآن إلى لغة الإشارة ولدينا بعض الواعظات يقومنا بهذا العمل انتقلنا كذلك إلى لجان الفتوى وفي المعارض وسرنا الآن نستقبل بعض الطلبات التي تطلب عندما يكون هناك فاعلية أو بعض المعارض أو بعض ورش العمل إرسال مجموعة من الواعظات أو مجموعة من الوعاز مع الواعظات ليكونوا في هذه الفاعلية بابا للإجابة عن التساؤلات الدينية والقضايا المجتمعية خلينا ننتقل يا دكتور لموضوع حلقة اليوم وهو مجموعة من المفاهيم اللي محتاجين نفندها مع حضرتك ونقشها بشكل أكبر لأن جماعات التطرف الديني والعنف الديني بتستخدمها للأسف لتجنيد الشباب ولشحن الشباب بأفكار ليست من الدين في شيء وأفكار كلها لهدم المجتمع وخلينا نبدأ بهذا السؤال وأن منذ تدشين الجماعات المتطرفة وللأسف مفهومها للجهاد انحصر في مهمات خاصة بقتال الأنظمة بحجة أن هذه الأنظمة تواغيت وقتالهم أولى من قتال دولة الاحتلال وأن القضاء على دولة الاحتلال وبقايا الاستعمار لن يتم إلا بقيام الدولة الإسلامية وأن ميدان الجهاد ليس تحرير الأرض المحتلة ولا القدس بل اقتلاع الأنظمة العربية واستبدالها بالنظام الإسلامي عايزين نعرف من حضرتك حقيقة مفهوم الجهاد في الإسلام بداية وهل هو جهاد دفع أم هو جهاد طلب وأيضا عايزين نفهم من حضرتك هل يوجد نظام أو حكم له وضع معين وشروط معينة يوصف بالحكم الإسلامي أم أنه مجرد ضوابط عامة لنظام الحكم العادل دعيني في الوداية قبل أن أتطرخ إلى هذا المصطلح المهم والخطير والذي يعول عليه من قبل الطيارات المتطرفة والمتشددة أن أتوقف أمام أمري الأمر الأول يتعلق بمفهوم التطرف بشكل عام وأن هناك الكثير يربط هذا التطرف بالجانب الديني وهذا فهل ليس صحيحا على الإطلاق لأن التطرف والغلو كما يكون في الدعوة إلى الدين وفي تطبيقه وفي تعاليمه هناك نوع آخر يعد أو يمكن أن يقال عنه بأنه يمثل لونا من ألوان التطرف أيضا لأنه ينسحب سلبا على المجتمع وهو التحرر المحدود والإنفلات من التعاليم الدينية فهذا تطرف فكري وهذا تطرف فكري لكن هذا يلتصق بالدين وهذا يلتصق بالفكر وكلهما لا خير فيه وكلهما يؤدي إلى آثار خبيثة تعود بالضرر على الفرض والمجتمع النقطة الثانية تتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى هذا الغلو أو هذا التطرف وفي تقديري أن فكرة التطرف هذه لم تنشأ بين لحظة وضحاها وإنما لا بد أن تكون مسبوقة بعدة أسباب تؤديها لعل من أهم هذه الأسباب التي تحمل على هذا الغلو وهذا التشدد وهذا الفهم الخاطئ لمضامين الوحي الإلهي الصحيح تعود إلى أولا النفعية أو الزاتية يعني هذا الشخص الذي يحاول أن يقدم للناس هذا الدين بصورة هو يراها هذا نتيجة هوس نفسي أو مرض نفسي أو رغبة نفسية في الوصول إلى مصلحة أو إلى شهوة أو إلى مكانة أو كذا أو كذا النقطة الثانية تتعلق بأن هذا التطرف قد يصل إليه الإنسان نتيجة القراءة الانتقائية لنصوص الدين وهذه قضية في غاية الأهمية ومن ثم كان من عظمة هذا الدين أنه أوصى ودعى برد الأمور إلى أصحابها فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون النقطة الثالثة والتي يعول عليها إطلاق العنال للعقل أن يفكر وأن يفتش وأن يقول دون الفصل بين حدوده وأدواته لأننا عندما نتوقف مثلا أمام ما جاء في الوحي الإلهي سوف نجد أن هناك جانبا من القضايا يمكن للعقل أن يخوض فيه ويمكن للنقل أن يخوض فيه وهناك قضايا يمكن أن يستقل بها العقل وهناك قضايا يمكن أن يستقل بها النقل وفي كل ذلك أؤكد على أنه لا يمكن القول بوجود نوع من التعارض بين الوحي الإلهي وبين العقل الإلهي لأن الوحي من عند الله والعقل أيضا من عند الله ولهذا قيل بأن الوحي إذا فقد العقل فقد الاستناد إلى الحجة والدليل وأن العقل إذا افتقد الوحي ظل في حيرة وشك واترام لذا قيل لله في خلقه رسولان رسول من الظاهر ورسول من الباطن رسول الظاهر النبي ورسول الباطن العقل ولا يمكن لرسول الظاهر أن يحقق المقاصد التي أرسل بها ومن أجلها إلا باستقامة رسول الباطن وهو العقل لهذا إذا منتقلنا إلى مفهوم الجهاد في ضوء ما أشرت إليه الجهاد هو الخروج لدعوة الناس إلى دين الله وهنا هل الجهاد في سبيل الله أو الجهاد في الإسلام يراد به القتل والترويع والتخريب والتدمير تحت مسمى الجهاد بالقطع له حتى عندما ننظر إلى الفتوحات الإسلامية وإن جاء الأمر فيما يتعلق بها بأنه كان جهاد طلب فذلك لأمر مهم جدا هذا الأمر المهم يتعلق بأن الإسلام في ذلك الوقت كان المسلمون يقومون بحمله باعتباره وحي الهداية أو الطريق الذي أودع الله تبارك وتعالى فيه الهداية للبشر ولو لم يقم المسلمون بهذه الحروب في ذلك الوقت ربما أدى ذلك إلى وأدهم وقتلهم والقضاء عليهم من قبل هذه الأمبروتوريات التي كانت موجودة كالفرسي والروم في ذلك الوقت ومع هذا فإن الإسلام عندما دع إلى هذا لم تكن المسألة عامة وإنما كان الإسلام يدعوهم إلى ضرورة عرض الدعوة وإمهالهم ودفع الخطوات هذه الخطوات لم تكن هكذا هباء وإنما تكشف عن نظرة فيها تقدير واحترام للمبدأ الديني وللمعنى الإنساني لكن الآن عندما نتناول مفهوم الجهاد لا يمكن أن نقول بأنه وفق هذه الصورة التي يروع بها الآمن وتهدم بها البيوت وترتكب بسببها المجازر فالإسلام وضع ضابطا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وهذا يؤكد على أننا في الإسلام ننقوم بالاعتداء في البداية على الآخر ليه؟ لأن هناك ضابط وهناك قواعد أقرها الإسلام في هذا الجانب الآن نحن مطالبون بجهاد الدفع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولهذا عندما ننظر إلى نظرة العلماء إلى موضوع الجهاد نجد أنهم يقولون هل هو فرض كفاية أو هو فرض عين ويختلفون في ذلك وبعضهم يوضح أنه فرض عين إذا أتى العدوان على بلاد المسلمين وفرض كفاية إذا كان للخروج لدفع عدوان آخر أو صد عدوان آخر وهذا كله يؤكد على أن ما يستند إليه هؤلاء في وصف الجهاد أو تعريف الجهاد بأنه الخروج على الأنظمة الحاكمة وتخريب البلاد وإهلاك العباد ليس لها ما يعضدها أو يسالدها لكنها حاولت أن تبحث في آيات القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بظاهر هذه الآيات ثم تعمل على تفسيرها حسب ما يخدم هذه الأغراض وتلك الأهداف التي أعدت لنفسها من أجله ودعيني مثلا أتوقف أمام هذا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هنا نجدهم يعني يعتمدون على هذا الحديث ويقولون بأنه ضرورة الخروج على كل من يخالف ذلك وكل من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مع أن الحديث واضح وسلس لمن أدنى إليه لمن هو لديه أدنى بصيرة أمرت أن أقاتل مقاتلة سيغة مفاعلة بين طرفين فآخر يقاتل والثاني يدفع فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس أضف إلى هذا أن هناك ما يعرف بأسباب نزول الآية أو ورود الحديث والناس في هذا الحديث يراد به أهل مكة وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يعني يعارضونه ويقومون بإذائه والاعتداء عليه والاعتداء على أصحابه ومن ثم نقول بأن الواقعية العلمية وأن المنهجية العلمية وأن العقلية العلمية وأن النصوص الدينية الإسلامية تفرق تفريقا واضحا جدا بينما هو جهاد الطلب وبينما هو جهاد الدفع تفرق جليا واضحا في القتال حال الاعتداء وضوابط الاقتتال وتوقيت الاقتتال ومن يأمر بالخروج وفي كل ذلك نجد قواعد تحترم الكرامة الإنسانية حتى في أوقات الحرب هذه لا تقطع شجرا لا تقتل طفلا لا تقتل أمرأة لا تقتل كهلا لا تقتل معبدا إلى غير ذلك من أمور تؤكد على أن هذا الأمر وهذا المعلم وحي إلهي والواقع الذي تعيشه الأمة ويعيشه العالم الإسلامي يؤكد سمو هذا المقصد في هذا الدين وقبح من سواه ما سواه ولعل ما نشاهده الآن في بلادنا العربية من اعتداءات غاشمة تؤكد قبح هذا السلوك وسمو الجانب الإسلامي في تناول معنى الجهاد مفهوم آخر يا دكتور معانا في حلقة اليوم وهو مفهوم الفرقة الناجية بيعد من أهم المفاهيم اللي بتعتمد عليها هذه التنظمات المتطرفة وبتحاول احتكارها هذه الجماعات بتصف نفسها بأنها الفرقة الناجية عايزين نعرف من حضرتك ما هو حقيقة هذا المفهوم وهل هناك بالفعل فرقة ناجية يعني دعيني أقول بأن هذا المفهوم وإن كان موجودا لكن ليست الإشكالية في المفهوم فكما يقول العلماء لا مشاحة في الإصطلاح القضية تتعلق بفهم المفهوم أو بالتناول للمفهوم وهذه هي سمة تلك الجماعات المتشددة أو الطيارات المنحرفة والتي تحاول أن تروج لنفسها من خلال مصطلحات تعتمد عليها أو تتبناها باعتبار أنها ترى في ذلك المصطلحات أو في تلك المصطلحات بوابة للتأسير وطريق للعبور إلى عقول الناس وإلى قلوبه ولكن قبل أن أتوقف أيضا أمام هذا المصطلح لأن هذه قضية مهمة دعيني أؤكد على أمرين الأمر الأول أن هناك اختلاف الاختلاف سنة كونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إذا اتفقنا على هذا وسلمنا بأن الاختلاف سنة كونية فإن ذلك قد يدفع بنا إلى إقرار مبدأ التعددية الدينية والتعددية الثقافية وهذا أمر يؤكد على أن التعددية لا تعني الاعتراض والمخالفة والقتل والتحقير والاستهزاء بالآخر لهذا عندما نتوقف أمام مفهوم الفرقة الناجية هو مصطلح يطلق على أي جماعة صارت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكل من يسير على هذا المنوال فهو من الطائفة الناجية أو من الطائفة المنصورة أو من أهل السنة والجماعة لكن هذا المصطلح لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ولد بفهم لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع إلى أن قال وقد افترقت اليهود إلى ثنتين وسبعين فرقة والنصارى إلى ثلاث وسبعين فرقة وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة كلمة إلا ملة واحدة أو إلا واحدة هذه تزيين لم يكن في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول بأننا عندما نتوقف أمام هذا الخبر الذي استندت إليه بعض الطيارات نجد أن هذا الخبر قد لا يسعفهم الدليل في التأكيد على صحته بل بالعبس بالضبط لأن هذا النص أو هذا الحديث لدينا ما يعرف بعلم الحديث رواية ودراية علم السند وعلم المات فعندما نتوقف أمام الإسناد سوف لهم سلسلة الرجال التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوف نجد أن فيها بعض من هو معروف بالضعف وهو محمد بن عمر بن علقمة وهو موصوف بالضعف الأمر الثاني عندما نتوقف أمام نظرة علماء الفرق والأديان أمام هذا الحديث نجد أنهم أصلا مختلفين فيما بينهم يعني هو آل تفترق إلى 73 بعض العلماء يحصر هذه الفرق في أربعة وبعضهم يحصرهم في خمسة وبعضهم يحصرهم في 76 والإمام الأشعاري إمام أهل السنة والجماعة عندما يتحدث في مقالات الإسلاميين يصل بهم إلى قرابة المئح فمعنى ذلك أننا أمام اضطراب في الأعداد ثم الواقع المشاهد هذه الفرق لو أننا تكلمنا بأن الفرق مثلا أصولها خمسة أو ستة سوف نجد أن بعض هذه الفرق فرقة واحدة قد ينسحب عنها أو يتفرع عنها هذا العدد وزياد الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يشير إلى أن هذه الأمة قد تقع في لون من الاختلاف يبلغ حدا من الكثرة وليس المقصود تحديد العدد بذاته ثم إننا لو سلمنا بهذا الحديث ألا يتعارض ذلك مع ما جاء عن هذه الأمة والتي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة ثم ألا يتعارض هذا الحديث مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما جاء عن الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الفرقة الناجية عندما نقف أمامها سوف نجد أنها مصطلح ينبغي أن يكون متسعا لكل أهل الحق لكل من صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون مقتصرا على فئة بعينها أو جماعة بعينها تدعي لنفسها أنها الصواب ولهذا نجد أن إمام أهل السنة والجماعة الإمام الأشعري في كتابه مقالات الإسلام الإمام عبدالقاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وهو من أعلام أهل السنة والجماعة وهو يتحدث عن أصناف أهل السنة والجماعة يريد ما يقرب من 12 صنف وهذا يفيد في أنه لا يتوقف على صنف بعينه وقد يقول القائل ربما هذه الأصناف تقتصر على العلماء لكن الرجل يفاجئنا بأن هذا الصنف يشمل كذلك صنف يعرف بعوام الناس التي يسود فيها مذهب أهل السنة والجماعة فيتحدث عن الصنف الأول علماء العقيدة ثم علماء القرآن والتفسير وعلماء الحديث وعلماء اللغة حتى علماء الهيئة والفلك والرياضيات ثم الفقهاء ثم الصوفية ثم عوام الناس ثم الذين يجاهدون في سبيل الله كل ذلك ليعطي دلالة واضحة على أن مصطلح أهل السنة أو الفرقة الناجية التي يحاول البعض أن يختزلها في إطار يخدم على أهدافه ويحقق من خلال غاياته لا يسعفه دليل ولا يؤيده برهان لأن الأصل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وكل من صار على هذا الصراط المستقيم عالما كان أو متعلما أميا كان أو غير أمي لا بد أن يكون داخلا تحت لواء هذا المصطلح العام مصطلح أهل السنة والجماعة أعتقد أن مجموعة من المواصفات والضوابط الذي يصير عليها بيقع في دخل ضمن الفرقة الناجية وليست جماعة بعينها أو فرقة بعينها ووجب التأكيد في إجابة حضرتك على هذا المصطلح خلينا نتحدث مع حضرتك أيضا عن فكرة استخدام الجماعات المتطرفة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واللي حضرتك تحدثت عنه الحديث الذي تحدث فيه عن الفرقة الناجية في تمزيق الأمة ووضع أسس الانشقاق ودعم الإقصاء والتهميش بينها وبل أيضا خلق العداء الدائم بين أبنائها وفتح باب التكفير على مصرعي بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد أيضا عايزين نتكلم مع حضرتك أكثر على فكرة أن هذا المفهوم فتح باب التكفير يعني أحسنتم في هذا العرض خصوصا وأن هذه المسألة لا بتعد مسألة ثانوية أو الحديث عنها من باب الرفاهية بل اكتوى العالم العربي والإسلامي بل اكتوى العالم بأسره بهذه الصورة المرفوضة والتي حاولت الجماعات المتطرفة كالدواعش وغيرها أن تقدم أبوكو حرام وغيرهم أن تقدم لنا صورة للإسلام ليست مألوفة لم يعرفها الإسلام ولا يقبلها الإسلام ونزعت التصرع في إصدار الأحكام وتنصيب هؤلاء لأنفسهم على أن بأيديهم الجنة وباليد الأخرى النار هذا تأله على الله تبارك وتعالى ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يدعو إلى ضرورة الاعتصام بحبله والحرس على الوحدة باعتبار أن التفرق يؤدي إلى الاختلاف والاختلاف يؤدي إلى نوع من التناقض والتضارب والتصارع لكن أفرق بين اختلاف محمود واختلاف مزموم ولذا قالوا في الاختلاف المحمود بأنه لا يلزم عنه لا يلزم عنه فساد في الود أو فساد في العلاقات الإنسانية أما الاختلاف المزموم هو الذي يؤدي إلى التصارع والتناحر والحرس على إقصاء الآخر والحرس على أن أكون متبنياً رأي أعمل على فرضه من خلال ما يعرف بأحدية الرأي الوحي هذه قضية في منتهى الخطورة ودعينا نتكلم بصراحة هذه الدماء التي أسيلت وهذه الأرواح التي حصدت وهذه البنايات التي هدمت وهذه الأعراض التي انتهكت لا يمكن أن نقول بأن ذلك نشأ من صحيح الدين أو بسبب هذه الوحدة وإنما هذه نشأت بسبب القراءات الانتقائية والتي حرس عليها هؤلاء الدواعش ومن صار في ركبهم ومن صار في ضربهم يعملون من خلال ذلك على فرض أحدية الرأي وتقديم صورة نمطية يحرصون من خلالها ويعملون من أجلها على تقديم صورة للإسلام يظنون أنها الحق وهي ليست من الحق بل أقل ما يقال عنها أنها فهم سيء وفهم قاسر وفهم لا ينسجم لا ممعطيات العقل ولا مع قوانين الواقع ولا مع مراد الشارع الحكيم إن الله تبارك وتعالى خلق القلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى للناس العقل ولو كان العقل واحدا يكفي لا اكتفى به الله تبارك وتعالى ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وكانت دور الرسل التوفيق بينما جاء في حقائق الوحي الإلهي وبينما هو موجود في العقل الإنساني الذي هو أيضا من خلق الله تبارك وتعالى ومن هنا نقول بأنه يجب على هؤلاء مراجعة أنفسهم والاعتذار عما قدموه ويجب علينا أن نتحد فيما بيننا لمواجهة هذه الأفكار الضالة والعقائد الشازة والسلوكيات الغريبة التي تضر الإسلام وتضر المسلمين وتضر المجتمع ولا يلزم عنها إلا الهدك والوأد والقتل والتناحر وإصدار أحكام جائرة وإصدار فتاوى لا علاقة لها بصحيح الدين وما جاء فيه الإيمان بحديث الفرقة الناجية كما ترى الجماعات الإرهابية والمتطرفة حيث ترى كل جماعة أنها الفرقة الناجية قسم الناس إلى فستتين فستات الإيمان وفستات الكفر من هنا نسأل يا دكتور حول دور مجمع البحوث الإسلامية وباقي المؤسسات الدينية في إعادة قراءة مثل هذه الأفكار وتفكيكها ودور حضرتكم وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الأخرى في تفكيك هذه الأفكار دعينا نتفق أولا مسألة تقسيم الناس إلى قسمين مؤمنين وكفار هذا أمر مرده إلى الله تبارك وتعالى والإيمان مقره القلب والقلوب أمرها إلى الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي للناس إدراك هذه القضية لكن لما هذه الجماعات جعلت من نفسها حاكمة بل البعض منها جعل من نفسه إلها هو الذي يقوم بتوزيع الأدوار وهو الذي يقوم بتوزيع الأحكام وهو الذي يدخل الجنة ويدخل النار هنا تنبهت المؤسسة الأزهرية لخطورة هذا الأمر فصارت في نقاط وفي جوانب متعددة ما بين مؤتمرات علمية أقيمت ودعيني أتوقف أمام مؤتمر الأزهر والسلم العالمي وأتوقف أمام الأزهر وقضايا التجديد وأتوقف أمام المواطنة والتنوع وكل هذه مؤتمرات قام بها الأزهر الشريف في 2014 و2017 و2018 و2020 بقصد العمل على تصحيح المفاهيم وردت الناس إلى جدة الصواب ومناقشة آراء هذه الجماعات من خلال منظومة علمية منهجية الاستناد فيها إلى الحجة والدليل الأمر الثاني العمل الميداني الدعوي الوعظي من خلال المساجد والمدارس والجامعات ودعيني أقول بأننا في الأزهر الشريف ومن خلال وعظ الأزهر الشريف ومن خلال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية قمنا بأعمال متعددة بعضها لقاءات جماهرية بين الشباب في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد العليا وفي مؤسسات الدولة المختلفة وبعضها من خلال الرصد والتفنيد من خلال صفحات مجمع البحوث ومن خلال مرصد الأزهر العالمي الإلكتروني هذا المرصد الذي هو كما وصف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ طرح مطيب كما وصفه بأنه عين الأزهر على العالم الخارجي وهو أحد الأدوات المهمة للدولة المصرية إذ يمكن من خلاله رصد تحرقات هذه الجماعات وأهم آراءها وأفكارها وإصدار ما يماثل ما يصدر عنها فإن كانت أعمال إكترونية يقوم المرصد برصد أعمال إكترونية أعمال علمية يقوم برصد أعمال علمية ثم إننا في مجمع البحوث الإسلامية ومن خلال لجنة البحوث الفقهية ولجنة العقيدة ولجنة بحوث القرآن والسنة قمنا بحصر بعض الآراء أو الأقوال وقمنا بالرد عليها فضلا عن الإصدارات العلمية المتعددة وفضلا عن دور مجلة الأزهر والتي خصص فيها جزء لمناقشة مثل هذه الأطرحات مناقشة علمية منهجية أعتقد فعلا ده دور مهم جدا خصوصا بعد دخول التكنولوجيا واستخدام المؤسسات الدينية للتكنولوجيا وتخول سوشيال ميديا والرد من خلال الفتاوى على سوشيال ميديا على الجمهور أو على الناس أعتقد أن ده يخفف من فكرة عدم التواصل وأعطى مساحة أكبر للجمهور وأنهم يكونوا على تواصل بشكل مباشر مع المؤسسات الدينية المختلفة خلينا نتحدث أيضا يا دكتور عن المجتمعات الإنسانية الآن أصبحت أكثر تنظيما بعد إقرارها للقوانين المدنية وبتبقى الضمانة الوحيدة لحفظ قرامة المواطنين هي بناء دولة الحق والقانون بما يترتب عليها من واجبات وحقوق ومسواء بين الجميع وتعزيز قوة المجتمع بالحرية التي تلد نظاما يطور القيم الأخلاقية فهل يتعارض هذا مع مقاصد الشريعة كما يتخيل هذه الجماعات؟ من قال ذلك؟ الذي يقول بأن هذا الأمر لا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية هو لم يفهم الشريعة الإسلامية يتحدثون عن الحكم بكتاب الله وأن القوانين الوضعية وضعها إنسان دعينا نتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما درب أصحابه على هذا عندما أرسل بسيدنا معاز بن جبل إلى اليمن فقال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أكتهد رأيي ولا آله فسر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده الشريفة على كتفه وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله دعيني أقول بأن الإسلام في مثل هذه الأمور لا يضع تفصيلات وإنما يضع قواعد عامة ثم يترك للناس تطبيق هذه القواعد بما يحقق مصالحهم وبما يحقق مقاصدهم ولا تعارض في ذلك بينها وبين ما جاء عن الله لأنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله شريطة أن تكون هذه المصلحة معروفة بضوابتها وتحقق مقاصدها التي لا تتعارض أبدا مع تعاليم الدين فمثلا عندما أمر الله تبارك وتعالى الناس أو النساء مثلا بأمر من الأمور لم يفصل وإنما وضع قاعدة عامة ثم ترك للناس اختيار الطريقة عندما نتوقف أمام قضية الحكمة أو الشورى قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم ثم ترك للناس اختيار أو تطبيق أو ألية تطبيق هذه الطريقة إما عن طريق البيعة إما عن طريق الانتخاب عن طريق الاستفتاء عن طريق الاقتراع عن طريق مجموعة من الناس ليه؟ لأن الشريعة الإسلامية ضمن الله لها أمر مهم جدا أنها جمعت بين الصلاحية لكل ذمان ومكان والثبات والمرونة فالثبات هناك أصول مقررة لا يمكن التطرق إليها أو التدخل فيها والمرونة وهي التي تنسجم يمكن مثلا الاستفادة منها ممكن أخذ بالرخصة ممكن ترك الرخصة ممكن أخذ بالعزيمة ترك العزيمة كما هو معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ثم الصلاحية لكل زمان ومكان هذه الصلاحية لكل زمان ومكان هي أمارة الواقعية لهذا الدين والذي يلتقي تماما مع حاجات الناس وأغراضهم وأفعالهم دون أن يكون فيه تجاوز على مراد الشارع الحكيم ولا تعطيل لمقررات الواقع ومقاصد الواقع ونظم الواقع بأي حال من الأحوال في نهاية الحلقة يا دكتور بنؤكد على أن مواجهة الأفكار المتطرفة ومواجهة الأفكار التدعو للعنف الديني ليست دور المؤسسة الأمنية فقط ولكن أيضا بالتضافر مع مؤسسات عديدة من المؤسسات الدينية والمؤسسات المجتمع المدني وبالطبع في القلب منها مؤسسة الأظهر وما يتفرع منها من مؤسسات دينية أخرى بالتضافر مع كافة الوزارات وزارة الشباب الرياضة وزارة الثقافة وزارة الإعلام وكل هذه المؤسسات بالتضافر معا يستطيع أن يجابه وأن يواجهه هذه الأفكار التي تحاول الانتشار بين شبابنا وفي المجتمع المصري في ختام هذه الحلقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات وهذا الشرح المفسر لهذه الأفكار والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين على طيب المتابعة كنتم معي أنا داليا عبد الرحيم الأسبوع القادم